اهتم اغلب الناس سمر انواعوني حققوا الكمال في المظهر العام سواء بتفاصيل الوجه شكل الجسم وذلك لم يعد صعبا حتى ما انه مستحيل صار بهذا الوقت نتيجة ظهور وانتشار عمليات التجميل الوسائل اللي كانت من شأنه انه تغير وتصحح مع بعض المعالم الشكل الخارجي يا صباح واليوم يا سالي بفقرتنا التجميلية رح نحكي اكتر كيف فينا نحافظ على شبابنا مع الدكتور رائد نواهد اخصائي جلدية وليزا ريسا صباحك صباح الخير اهلا وسهلا فيك دكتور رائد يمكن مؤول لقاء لنا بعالم التجميل هذا العالم الواسع والعالم الجميل كمان ايضا لانه التجميل هو احيانا بيكون لخدمة السيدة او حتى الشاب بدنا بتقشير التقشير الكربوني اللي هو هلأ ما توصلت اليه احدث التقنيات بعالم التجميل خلينا نحكي شوي عن تقشير الكربوني هو احد انواع الليزرات الامني كتير ع الجلد ما نسمي الانديهاق هاد اكتر ليزر اامن ع الجلد بس مشكلته ما بيشوف البشرة فهو بيتخصص باللون الاسود فعملوا العلماء انه ليش ما منحط كريم كربون الكربون لون اسود تمام الفحم ففيه كربون كريم خاص المحتوى الاساسي كربون لون اسود منحطه على البشرة الكربون هاد بيلزق بالخلايا الميتي تبع الجلد بيتغلغل ضمن المسام بيجي الليزر الكربوني هاد بيضرب الزرات الكربون بيحرقه فبيحرق معه كل شي خلايا ميتي بيضب المسام حتى الحرارة اللي بتتولد بتعطي تحريط كولاجين بتخفف الافراز الدهني فانتي عب تحصلي على نظارة من جميع الجهات وشان هيك بيسموه برا انه التقشير هوليهود لانه نجمات هوليهود كتير بيستخدموه هاد هالأصار موضة العصر بيقولوا دكتوري التقشير الكربوني مثل ما حكيت انه كتير فيه له فوائد بالاضافة انه هو مثل ما انه بيصغر المسام والتجاعد والكلف فكتير من سيداتي بيسألوا هل هو بيروح الكلف ولا لا وبدنا كمان هو بيشعروا بألم عند استخدام المسك الكربوني ولا لا هلا هو بيستخدمه كعلاج مساعد للكلف لانه هو بيخفف مو انه نحن بيضرب كل شي لون السود مثلا اذا بتحطيه بتحطيه على التاتو ممكن يخفف اللون فان التصبغات اساسا لنا بيكون غامق فممكن يساعد مع الوسائل اخرى تبع التفتيح فينا نستخدمه فهمو علاج اساسي هو مساعد للكلف واثناء الجلسة بيكون كتير القلم لطيف جدا بتحس المريضة بس بوخزات لطيفة هاي الساعات اللطيفة هي بتحرض للكولاجين فالجلسة كتير بسيطة سهلة ما بتاخد وقت نتائج فورية نتائجة حلوية بتبلش بتظهر بعد شي اسبوع نعم يمكن الصبايا اذا مبسطوا بنتيجة شغلة معينة خلينا نقول التقشير الكربوني مبسطوا فيه فشو بيعملوا دكتور اين تبنا نعيده فانت بهيدا الفترة ممكن تعطي توقيت معين بحسب بحاجة البشرة للتقشير الكربوني ولكن ما هي المدة الصحيحة بين جلسة التقشير خلينا نقول الاولى والتانية الى اخره هلا يفضل انه جلسة كل شهر بس هون مو الادراء انه الواحد عطول جلسة كل شهر فممكن كل شهرين ثلاثة تعمل مريضة حسب الحاجة اي حسب الحاجة يعني انا بحدد الامور حسب ما شوف طبيعة بشرتها شو هي بحاجة شو هي المشاكل بتعاني منها فعهوة الامور هين احنا بحدد فترات الجلسات بس كل ما عملنا كل شهر هاي افضل شي طبعا دكتور بنهاية التقشير الكربوني بدنا نسأل باي عمر في الشخص يبلش ويعمل هاد باي عمر ما بيأثر مثل ما انه ليزر كتير امن ما بيأثر اذا بلشت في من عمر عشر سنين وانت طالع يعني معنات الحكي بس كتير كتير لطيف ما بيأثر ابدا باي عمر معنا دكتور رائد اسئلة من عالم بيأ الشابرع السوري خلينا نشوفه مع بعض اوكي بتحبي تواجه له شي سؤال ايه انه هلا بالشتة للبشرة انه شو فينا نستخد انه نستخدم مثلا اشياء انه نعالجها مثلا فينا نستخدم تأشير فينا نستخدم اشياء تانية هيك بس هاي اكتر شي انه بيهمنا يعني بترتشت جفاق البشرة والتأشير بس هاد لحبوب دايما بالجروبات عم بيكون في صبايا عم بيعانوا من حبوب تحت الجلد هلا انا عملت ليزر خلاص رضحت من هالقصة بس انه غير الليزر شو ممكن الواحد يعمل للصبايا مولق لي هاد السؤال والاكزي ما بتروح ما بعرف هالكريمات ياللي بالسوء ما ينبقى مثلا غارنطي ولا ما في غارنطي منن يعني في شي ام بيعمل حساسيه في شي ام بيعمل ام بيغير الجلد او شي المهم لازم لما بيصير استيراد بيصير شي لازم يكون في غارنطي بالمية مية على هالكريمات انه ما يصير تحسوس ما يصير شي بالوش السد يعني اوات ام تتشوه اوات انا زماني استعملت وعندي حساسيه هون ما بيدي رح تحيي على الشي الا بتلاقي ابنتك بخدودي بدي اسأله شو اضرار البوتوكس لقدام للبنات اللي بيعمل البوتوكس على بكير يعني اذا بعمل العشرين على البوتوكس قداش يعني انه مضاعفاته شو ممكن تكون بس انه شو شو فينا انه كيف فينا نعالج حب الشباب باي طريقة نشوف طرق تحمينا من حب الشباب والله انا فيه سؤال كتير محيرني بنت منتي بخدودي شوفت كده خدودي على طول حمر يعني ما كنت اعرف شو السبب عرفتي شلون يعني بيضل خدودي حمر جبتلها كريم جبتلها كذا حدا بيقولي تحسوس قالولي من البيض وقفتلها البيض قلي شهر مع من طعمية بيض وكذا شو السبب هيك بخدودي هلأ مو من الشمس هيك بيتحسسوا بيجوب بس هذا هو السؤال الفيلر له اضرار وبأي عمر فيها الصبية تحقن الفيلر عم نسمع عن التأشير الكربوني ممكن نعرف شو هي اضرار تأشير الكربوني موسيقى 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 كمان على الآخر شو هي أضرار التأشير الكربوني هلأ ما له أي أضرار أبدا إذا نعمل طبعا بأيادة خبيرة هلأ أكيد ما له أي أضرار بالعكس هو شيء كثير بيفيد البشرة وبيعطي نظارة وبيعطي صفاوة فما له أي أضرار تمام ما له أي أضرار السؤال الأولي اللي ممكن توجه للشارع السوري شو حابة تسألي الدكتور حابة تسألك شو بتستخدم بشتي كعلاج لتجي على الصيف بشرتة نظرة من التأشير أو في شيء تاني غير التأشير ممكن تستخدمه بفترة الشتوية هلأ عطول بالشتي بيكون الطقس بيلعب دور بجفاف البشرة فعطول نحن بالشتي لازم نهتم فيها عطول الترطيب ما كثير نخرشها مثلا بالحمام اليومي مثلا وفي قصة الشتي منستفيد منه أنه ما في كثير شمس ففترة كثير مناسبة للتأشير هل هو كريمات هل هو جلسات تأشير الكيميائي فنحن عطول نختار فترة الشتي للتأشير طبعا هلأ صار في كتير وسائل أحدث فينا نفوت بالميزو أنا مثلا شخصيا بحب كتير الميزو والبلازمة بالشتي يعني إلا لأي صبي حبي تهتم عملي كورس بلازمة بالشتي ولو مرة بالسنة الكورس هو عبارة عن أربع جلسات فأربع جلسات بفاصل ثلاثة أسابيع بين الجلسة والجلسة فتت الشتي بتكوني استفتي منه أمورنا صارت تمام سألوا على الحب تحت الجلد هل إلو علاج آخر غير الليزر والأكزيمة كمان كمان كان سؤال الأكزيمة إلا علاج نهائي ولا لا الأكزيمة بنا نبحث شو المسبب لألة مثلا بيجوني كتير صبايا سيدات وضلوا يشتغلوا بالجلي وبالتنظيف والهي وبتقولي دكتور طب معها بتروح حلا أثناء العلاج بتخف وبتختفي طيب رجعتي اتعرضتي للمادية بتترجع نفس القصة فأهم معامل لازم نوقفه هو شو عم نحط مواد أو شعب يجينا مواد كيميائية هي الأساس مع الوقاة زائد إنه العلاج صح المفروض نخلص منه ممكن ترجع إذا رجعنا لنفس العامل اللي سبب لنا الأكزيمة أيضا في بعض النساء حكيت عن الحساسية اللي عم بتتم من خلال أنواع من الأكل مثل البيض أيضا يعني شو اللي شغلاتي دا توقف هاتشي ولا ممكن تاخد مداد حساسية عم يتلع لهم مثل هدول اللي حبوب صغيرة بلولون فسافيس هدول هم هلا أنا بهيك حالاتي كتير بفضل نشوف دكتور جلدي لأن كل حالي مستقلي عن الثاني فكتير ضروري أنا شوف يعني عب تقول الصبي السيدي عن بنتها حتى ما شفناها على الكاميرا فأنا كتير بيتعرض لهيك أساسا بيبعتولي مثلا على الواتس على المسنجر صور الجلدية بدأ كتير دقة يعني نفس المظهر بجوز يكون شي عشر أو خمسة عشر مرض فضروري كتير نشخص الحالي صح شخصنا صح أعطينا علاج صح خلصنا من المشكلة هلا بخصوص الحساسية هاي ممكن تكون حساسية ممكن يكون مثلا نحن منسميه جفاف جلد طبع الأطفال أو الأكزيما يعني في كتير أساس بتظهر بسن الطفولة مثل ما شفت عين كنا وهلا في كمان صبية سألتنا أنه عن الفلر بأي عمر ممكن يتبلس وخلينا نبلس لك أن نحكي عن الفلر خلص هلا الفلر هو بنا نحكي عن شغلي كتير أساسية يعني أول ما تسمعي نحن هون مجتمعنا فلر لأ بينقزوا بيخافوا حقهم يخافوا لأنه كان قبل ما نصح كان الفلر قبل عبارة عن سيليكون يعني مادة غير قابلة للامتصاص فكانت قبل مش عشر سنين حطوا هاي المادة السيليكون فضلها مدعب لي أو مكبت لي وما يعرف الجسم يتعامل معه فأنت عبت حطي متل قنب لموقوطي عبت حلو أول خمس سنين بعدين بيعطي مشاكل فأنا بدي ميز بين شغلتين الفلر الدائم اللي انتهى اللي ما عد هلأ موجود منه ولا دكتور بتخيل عبيحقون فلر دائم نحن هلأ عبنحقون كله بأهم مادة هي اللي هيالورونيك أسد يعني هاي المادة شو عبارة عن شو هلأ خلايا الجلد فيه مثل المادة بتحتوية هاي هي اللي هيالورونيك أسد يعني مادة كتير طبيعية ما لازم نخاف منه أبدا لأن مادة طبيعية فينا نبلش فيها بأي عمر طيب دكتور كتير بيسألوا الفلر الدائم كيف فينا نشيله ونتخلص منه هلأ الفلر الدائم قصة وقصة يعني إذا ما عم نطلع مشاكل للسيدي اللي حاقني فلر دائم وما عم بتعمل مشاكل تتركه بحاله بس أهم قصة أنه أي زيارة طبيب لازم تخبروا أنه أنا حاقني فلر دائم لأنه أي أبري ممكن تحطها ممكن يتحرض يعني جسم عامل مثل حالة هدني بينه وبين هاي المادة أوكي فأي أبري لازم يكون حريصين نعم فأنا السيدي اللي حطها فلر دائم ما بنقرب عليها خليها بحالة هلأ هي أحيانا ما بتلاحظ أنه هذا الفلر دائم ولا بيبين معه من خلال شي معين طبعا بيبين يعني هي بدي يكون الحقن قديم تمام يا بتجي المريضة بتقول لي من شي عشر سنين حطها فلر أوكي هلأ أنا دغري بروح أنه فلر دائم طلعي على منظر وسالة هاد هلأ ما عاد موجود فالعالم تتطمن وترتاح لأنفلر هو من أحلى التقنيات الطبيعية لإعادة الكولاجين والمضارة مواد مالئة مواد مالئة بالأخير وبتعطي حسب كل دكتور وين بدي يشوف يعني كل منطقة إلى إبريتا طريقة الحقن كتير بتلعب دور نوع المادي بحد ذاتها كمان بيلعب دور فهدول زائد الخبرة الصح يعني ممكن تكون مادة كتير منيح وحدا مو خبير ما يطلع شي حل ممكن بيسبب العمى أحيانا إذا نحط بمنطقة الخطأ تحت العين مثلا كتير وبدأ يكون أكيد حدا خبير أكيد ما رح نخوفه في العالم كتير آمن هو كتير كتير آمن هو آمن عن دكتور تجميل عن دكتور شاتر عن دكتور شاتر هادول الاختصاصين اللي ضروري فقط ينحقن عندهم دكتور جلدية وجراحة التجميل فقط طيب ممكن نعرف نحنا المناطق اللي ممكن ينحقن فيها الفلر تمام هلا الفلر وين ما نحط بيطلع حلو بطريقة صح مثلا إذا مريضة إجتني مثلا سالتيني خدودة فيني عبيلة خدودة بيعطي سحبة خدود كتير حلوة إذا المريضة مثلا عندها هدول الخطين خطوط الضحك نحن منسميهم أو خطوط الحزن الماريونت لاينز هدول كتير بيعطوا عمر فالمريضة مجرد ما تجي لعندي بنعمل الحق بربع الساعة بتطلع أزغراني عشرة فكتير شي حلو تعطيكي نفسية حلوة وهيك نتيجة فورية تمام نتيجة فورية زائد فلر الشفاف كتير في صبايا بس تضحك مثلا أنا كتير بحب الشي الطبيعي عطول بالتجميل كل ما قربنا للطبيعي كلمة أحلى فأنا بحب حط مثلا إذا مريضة بيبين ابتسامتها لسوين حط مثلا فلر الشفاف ليش لا وآخر موضة هلأ حلوة كتير تحديد الدقن يعني تحديد الدقن بالفلر تيكساس هاي كتير هلأ ما أخدي رواجة أنا كتير بحب أعمالها بتغير بطريقة كتير حلوة إذا كان صبية وجه كتير مدوار إذا وجه صغير مثلا أو ناعم كتير إذا كان وجه صغيرة قديش بيعدل يعني حتى بالشكل ما بيعطي أوفر لأنه أحيانا في أوفر عم نشوفها حسب الطبيب هاي تماما هاي الطبيب شو زوقه بالقصة ممكن تطلع يعني في كتير تعرفوا في كتير فنانات مثلا عاملين مبينين أوفر تماما أوفر دمام حطين أوفر يعني دكتور حاطط لن أوفر لا مفروض إذا حطينا شي بسيط صح بمكان صح بيطلع كتير حلو الفيلر من أجمل التقنيات لتحلاية الصبي نعم هلا بما أنه كمان منحكي على الفيلر بيسألوا كتير شو هو أضرار الفيلر غير الفيلر الدائم هلا الفيلر نحن نحن نحق نول الهيلرونيك أسد ما له أي أضرار إذا شغل صح وبطريقة حق المزبوطة وكانت المواد مزبوطة طيب مثلا إذا كترتوا دكتور المواد بمنطقة معينة ولا صبية ما عجبتها النتيجة فينا فورا نقيم الفيلر ولا لا تماما هلا إذا يعني هاي ما بتصير ليش أكيد ما بتصير مع دكتور متلك كتير شاطر إذا صارت ومريضة مثلا ما حبته في مادة هيالورونيداز اسمها بتحل الفيلر اللي موجود لا بتزرع ولا شي يعني هي بأرضة بيجتمع هي بأرضة بترجع تتدواب وخلص يعني قصة كتير بصية مو مثل الفيلر القديم اللي عم نحكي عنه الدائم هذا قصة يعني ما يخافوا منهم يمكن السيدات كانت تلجأ للفيلر الدائم بيقولوا انه يلا خلص عملنا ولا راحة لآخر العمر كتير غضبت تمام دكتور انت قلت انه لا الفيلر الدائم ممكن هو ما يتفعل مع الجسم بعد فترة تلاقي المنطقة اللي تم حقنا ما هي منطقة سعرية طبيعية هي بارزة شوي نتيجة بعض التكتلات شوفنا كتير حالات سمر لإزالة الفيلر الدائم صار مثل بالبشرة مثل ندب صح زراء لسحب المادة حتى الخراجات إلي علاقة بالفيلر الدائم صح طبعا 100% وهي بحب تطمن العالم انه هاد شي يا جماعة راح ما عد موجود على اول ما تقول لحد عمل الفيلر بيقول لك الخراجات وبالأخص بمنطقة الغدود انه بيخاف من الخراجات على الأسف فشو بتحب توجه لهم كلمة دكتور بيقول لهم انه نهتم بحالنا القصص هاي إذن انشغلت صح كتير حلوة كتير تعطي حلوة وما تخاف من الفيلر الدائم من الفيلر المؤقتها طبعا والهيلرونيك أسات كتير طبيعي كتير آمن وبحل الصبية أكيد أكيد يعني الجمال حلو الله جميل ويحب الجمال وأيضا إذا كانت الروح من جوة جميلة أكيد بتعكس ذا تنعكس طبعا على الوج مع بعض الروتوشات اللي حكيت عنها لعكل صبية هيك بتحب تهتم بحالة أكيد إن شاء الله تكون استفادت من نصائح الدكتور اليوم سامار أكيد أكيد منتشكرك كتير دكتور رائد على معلوماتك الكتير مفيدة ولكل السيدة عم تتابعنا ولكل السيدة عم تشوفنا ومشوفك أكيد بحلقات قادمة أكيد دائما حلقتنا وفقرتنا بتكون مميزة معك خلص أكيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أكيد